وصلت إلى مطار العريش الدولي في شمال سيناء ست طائرات جديدة تحمل على متنها كميات من الأدوية والمساعدات الغذائية والإغاثية المتنوعة إلى قطاع غزة وأكد الهلال الأحمر المصري أن إجمالية عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ الثاني عشر من أكتوبر الماضي حتى أمس بلغت 330 طائرة حملت على متنها أكثر من ألف طن من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية المتنوعة هذا وتجري فرق الهلال الأحمر عمليات تفريغ المساعدات ونقلها إلى مركز الخدمات اللوجستية في العريش وذلك تمهيدا لنقلها إلى ميناء رفح البري تبعا